هذا هو الأول حالة جضر قرده في المغرب وهذا ليست مفاجئ ولا يدعو القلق مطلقا لماذا؟ لأن النظام هذه المراقبة النظام هذه اليقاضة منظومة الصحية منظومة الصحية المهانين الصحيين ilian تحسيس المواطنة Stephen what's your beginning? ليست هادف هو الفيروس لا يدخل في واحدة بلاد أي بلاد في العالم يمكن أن يدخل في هذه الفيروس لأن هذا الفيروس ينتقل بسهولة ينتقل من الإنسان يمكن أن يسافر مع الإنسان يمكن أن يسافر في طيارة أو غيرها وبتري أي دولة في العالم يمكن يدخل لها هذا الفيروس وغير يدخل لها الهدف ديال النظام اليقادة والمراقبة هو نكشفه على بشكل مبكر جداً كل ما أمكن مبكر ديال الحالة الوفيدة وكذلك الهدف الثاني هو أنه نقصه من انتشار ديال الفيروس محلياً من غير الحالة الوفيدة ما ينتشرش محلياً والهدف الثالث هو أنه الناس اللي مرضوا يتكلف به منظمة صحية يتم العزل ديالهم ويتعطاهم العلاج ديالهم باش ما ينشروش للمرض وفي نفس الوقت هما كذلك ما توقعش عندهم مضاعفات فإذا تسجيل هاد الأول الحالة وهذا كيعني بأن النظام ديال اليقادة في المغرب النظام ديال المراقبة النظام ديال التتبع في المغرب فعال وخدام وكيعطي نتائج بالدليل أنه تم الاكتشاف ديال هاد الحالة اليوم ما كينش حاجة لك تدعو إلى القلق ولكن كيخصنا ليقادة شنو ليقادة بالنسبة للمواطنين هي النظافة نديرو النظافة المسائلة للنظافة العادية ديال تنظيف ديال اليدين إذا كان شي حد اللي عنده بعض الأعراض الجلدية ديال المرض اللي كيش به أو لمشكوك فيه يمشي لطبيب يمشي لسبطر إذا كان شي حد موحد ديالنا عنده هاد المرض مبعده منه إلا حتي يمشي دير الكشف دياله ويتأكد شنو عنده بالضبط بالنسبة للمهنين الصحيين كذلك يفكروا في كل ما جاءهم واحد إنسان اللي عنده صغير ولا كبير عنده هاد المرض عنده مرض مشابه أعراض مجابهة يفكروا في جدر القرادة من سينوش لمهنين صحيين ولحنا كمواطنين من سينوش يكونوا لحالة متعددة وعاد مدون فكروه ونديروا احتياطات ونديروا إجراءات ونديروا النظافة ونديروا الوقاية لا الوقاية الهدف دياله هي منوصلت هذا الشيء كامل إذن اليوم ما غد تحجم ما تغير غير اللي يقدر اللي يخصي تزاد من سوب دي اللي يقدر يخصي يكون أكتر والاحتياطات تكون أكتر لأن هاد السجل أول حالة كفكرنا بأنه الفيروس ره فعلا بحال اللي قلنا في البداية ره فيروس كاين ره كاين تاشر ره يمكن يمشي لأي مكان في العالم وره ما الشيء غاد نديروا الحدود غاد نسدوا عليهم ما غير يدخلش باش يمكن لنا نحمي ورسنا ونحمي بلادنا هي كل واحد فينا ديال الإجراءات ديال النظافة ديال الوقاية وكل واحد اللي عنده شيء أعراض مشابهة يمشي للطبيب يمشي للسبيتر يدير الكشف دياله باش يمكن إليك رقدر له كل الفيروس يتمل اتخاذ الاحتياطات الضرورية